السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائداتي واليوم عضح دير درس السياسة الاستعمارية في إفريقيا وآسيا تاريخ سنة الثانية تانوي لهم الشعب طرق تنفيذ المخاطفات الاستعمارية في قناتي إفريقيا وآسيا الطرق المباشرة يتمثل في العمل على إخضاع المناطق المحتملة للقوى العسكر والقمعة وطمس شخصية المجتمعات المستعمرة هذا ما الجسده الاستعمار الفرنسي في جزاء الطرق المباشرة وتجسد في إبقاء السلطة على أيدي رؤساء العشائر وشيوخ القبائل في حين طيبة السلطة الوطنية السياسة العسكرية الخارجية بالحاكم العام الأوروبي في اتخاذ القرار لتسهير شؤون الحاكمة مثل ما حدث في الحمامة حماية البريطانية على مسترع الحماية الفرنسية على تونس والمغربية لانتداب الأوروبي في المشرق العربي وسائل تنفيذ المخاططات الاستعمارية في قراطي آسيا اختلفت الوسائل ويمكن حصرها فيما يلي الانتيازات الدينية السياسية الاقتصادية وغيرها منحت الدول الأوروبية في عهد الدولة العثمانية دور الشركات التجارية والبنوك الأوروبية في تدمير اقتصاد الدولة المستعمرة واخراقها بالديون ثم تدخل مصر وتونس الاتفاقيات والوعود السرية سيكس بيكو وعد بيلفور انعكسات السياسة الاستعمارية على القارتين سياسيا اثار مشاكل الإغاليات والقوميات وتغذية النزاعات الحدودية والحروب الأهلي ظهور الحركة السرهيونية كحركة عنصرية استعمارية وتلسيئاتها وتغيير الخريطة السياسية لأفريقيا وآسيا باقتصادية النهب وسينزاف خيارات شعوب المستعمرة وعرقة التنمية في المستعمرات وربطة هي بالاقتصاد الأوروبي اجتماعيا تعميق الإحساس بالفوارق العرقية والحضارية ظهور النخضة موالئ استعمار وتدخل الأحوال الاجتماعية الثالث الأسود فهكذا عزائي تمامين يكونوا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو واخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ودفع إلى جرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا